إليكم بعض إحصائية رامي بن سبعيني مع المنتخب الوطني الجزائري لاعب ممتاز قبل بداية الفيديو أرجو منكم أن تشاركون في التعليقات حول رأيكم في أداء محاربي الصحراء وهل هم قادرين على المنافسة بقوة في تصفية كأس العالم والتأهل إن شاء الله وحول رأيكم حول أداء رامي بن سبعيني مع المنتخب الوطني الجزائري والتقييمكم له وهي بنا كالعادة نبدأ الفيديو بذكر الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم وأهلا بكم متابعين الكرام إذا كنت تهتم بأخبار محاربي الصحراء في الجزائر وأوروبا نرجو منك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وتحفزنا باللايك إذن فرامي بن سبعيني تمكن من تسجيل خمسة أهداف مع المنتخب الوطني حتى الآن ليكون من أكثر المدافعين تسجيلا مع الخضر ويمتلك فرصة كبيرة لكي يكون الأكثر على الإطلاق بما أنه عنصر أساسي وما زال يستطيع اللعب لسنوات أخرى صاحب الستة وعشرون سنة الذي لعب تسة وثلاثين مباراة مع المحاربي الصحراء حتى الآن كان قد سجل أمام جزر الرأس الأخضر ونيجيريا وديا وضد البنين في تصفية كاس إفريقيا 2019 وعلى زنبيا في تصفية كاس إفريقيا 2021 وشيشباك جيبوتي في تصفية كاس العالم 2022 وبوصوله للهدف الخامس فقد نجح في معادلة رقم فوز غلام الذي سبق له وتسجيل خمسة أهداف وهو نفس العدد الأهداف الذي سجله محمود قندوز في وقت سابق ويبقى متخلفا بهدف واحد فقط على عن طريحها الذي يعتبر أكثر مدافع تسجيلا مع منتخبنا بستة أهداف إذن فرامي بن سبعين مدافع يصنع لنفسه سجلا خاصا به بعيدا عن كلام الناس ففي نهاية الفيديو أرجو منكم أن تتركوا لنا تعليق أن أسفله والضغط على الإعجاب لنستمر في تقديم المزيد مع السلامة نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله